موسيقى يا صباح الخير أهلاً قادة في كنبة بيتنا إيه اللي أنا بقوله لك هتقادت الحكة دي أنا بأس اللي بعمرو من فلسطين نيفين مصطفى أنا مريم ياسر من العراق مؤسسة سفراء العمل التطوع أنا سلمة وكاشا مسؤول الشركات من هلال أحمل المصر أنا مروان صلاح متطوع في الأم والتحدة محمد عبد الرحيم عبد العزيز من جنة يونف بيج ناجي سلامة في منظمة الصحة العالمية استينو عبدالله أنا نادا سامي يونف ايجيبت أنا سيفتاج الدين أنا محمود عارف أنا محمود عارف في يونف ايجيبت أنت معنويان بتكون مبسوط وسعيد جدا لأنك أنت ساعدت وساهمت في تقديم مساعد يمكن يرفع عن نفسه من خلال العمل التطوعي الرياضة بتزرع جوه الشخص وبتبني جواه التحدي والإرادة والتميز والنجاح المتطوع لازم تكون دي صفاته في عندك تغيرات في الناحية الجسمانية من خلال الرياضة لما ندمج مع العمل التطوعي تغيرات في الحالة النفسية تبعيث ثقافي لدى الأشخاص بتغير من خلال العمل التطوعي أنا بحس إن انت بتخرج من ضغوط الحياة فكرة إنك تكون متطوع وتحاول تساهم في حاجة ممكن تفرق في حياة ناس بتحس من جواها إن ما فيش حد حسس بيها فلما بتعمل الحاجة دي ويبقوا مبسوطين أنت نفسك بتبقى مبسوط التوعية للشباب من الشباب نفسهم والهدف من ده إن هو يحصل ريس من جاورنس أو رفع وعي لكل الشباب اللي موجودين كل فرد ممكن يبقى جزء من استنمية فأنا في المكان ده باخد دوري علشان أسر بشكل إيجابي التطوع هو حاجة بتخليني أحس بقيمتي أو أنا ليه موجودة في العالم أو ليه ربنا خلقني أعتقد كمان أهميته قوي وقت كورونا قد إيه كان مهم أن الناس تنزل وتطوع حسيت أنه في الوقت الأصدر ده إن هم يساعدوا المجتمع من خلال الديفرين بروغرامز اللي هم بيعملوها أحبيت أن أعيش التجربة بالحاجة اللي بالنسبالي هقدر أحس فيها أن أضيف حاجة للمجتمع يعني ناضج أكتر في وقتها أقل فبالتالي هتقدر تقدم حاجة أفضل للمجتمع قبل غيرك قريت محدش تردد سواء إن كان ولد أو بنت خدوا الخطوة دي علشان هتستفيدوا منها جداً و هتفرق أورف حاجة في الأول في الأخير هذا ليس فقط عالمي إنه فقط عالمك أيضاً أنا سعيدة جداً بكوني متطوعة وراح أبقى متطوعة يلا السؤال بعد كلمة كلمة التطوع هو بالنسبالي التطوع حياة التطوع هو الإنسانية التطوع تجربة التطوع حياة التطوع هو التقدم أنا كنت هول كده بشوية وإنتوا قطعتوني والله التطوع بالنسبالي هو الأمل روكا مخري